لا يدور صراع في الشرق الأوسط إلا والعراق جزء منه وفيه مركزه لموقعه الاستراتيجي الكبير وثرواته الضخمة وعراقة تاريخه فهو موطن الحل والعقد في المنطقة بقي العراق كذلك مركزا للقرار ولكن بآمر دولي ومنفذ محلي ساهم في جعل البلاد جغرافيا مستباحة تتنازعها القوى الدولية بعد عام 2003 مجلس بريمر البذرة الأولى لشجرة الشؤم والخراب الذي حل بالعراقيين حيث نشأت العملية السياسية باجتماع أحزاب وأفراد متعددي الولاءات متعطشين للمناصب متحمسين للفساد والإفساد فلا شكل إدارة عرفوا ولا معنى الدولة فهموا دمروا البلاد على المستوى الداخلي وأوقعوها فريسة الحاجة إلى المشغلين الخارجيين أمريكا وإيران شركاء احتلال العراق دب بينهم النزاع على أوسع نطاق بعد تفاهمات سابقة على إدارة العملية السياسية الخلاف اشتد وثم تتغيرات طرأت على المنظومة الحاكمة فبعد عام 2014 ظهرت الميليشيات لاعبا أساسيا وولدت أحزاب من عباءة الحزب الواحد الممثل بحزب الدعوة وعادت أمريكا لجر بصاط المنظومة الحاكمة في بغداد لناحيتها بعد أن كادت إيران أن تتفرد بالجلوس عليه في عهد إدارة بارك أوباما كل هذه المعطيات جعلت العراق في قلب أي عاصفة إقليمية وأقحمته في كل نزاع أمريكي إيراني رغم حاجته الماسة إلى النأي بالنفس لمداوات جراحه بعد نكباته ومصائبه لكن تبعية العملية السياسية المزدوجة للخارج تجر الشعب العراقي إلى دوامة الصراعات وتضعه بين مطرقة حرب لا ناقة له فيها ولا جمل وسندان الفساد الداخلي وعليه فإن أي حلول من داخل الصندوق السياسي الحالي مصيرها الفشل وخيار النجاة الوحيد هو نظام سياسي جامع ينبثق من إرادة الشعب الذي مثلت له ثورة تشرين طوق النجاة ترجمة نانسي قنقر